نفى مدير إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية جاسم الكندري نفى ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استلام أطفال مجهولي الوالدين بطرق غير قانونية ومؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عال عن الصحة تماما لاستناده على معلومات مغلوطة الكندري أشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الحضانة العائلية لا تقوم باستلام أي طفل إلا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والرسمية من قبل الجهات المعنية بموجب قانون الحضانة العائلية الذي نظم شروط الاحتضان والتي منها أن تكون الأسرة الحاضنة كويتية وتتمتع بسمعة طيبة وقادرة على الإنفاق ماديا على الطفل وخلوها من الأمراض النفسية والعقلية وتراعي أحكام رضاعة الشرعية الكندري أضاف أن جميع الأسر التي تتقدم للشؤون محرومة من الإنجاب لأسباب صحية وقد يستغرق الوقت لتسليم الطفل في مدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات ترجمة نانسي قنقر